بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول ربنا سبحانه وتعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون هذه الآية الكريمة من سورة يونس تحدث عنها العلماء في سبب نزولها وفي تفسيرها ففريق من العلماء يرى أنها تصدق على المشركين بدلالة أنه سبقتها آيات قال الله سبحانه وتعالى فيها إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون يقولون إن هذه الآية هي تكميل للآيات السابقة عليها وهي حديث عن الكافرين ومن المفسرين من قال إن الآية تحتمل وإنه لا مانع أن تكون متحدثة عن المزنبين الذين هم بعيدين عن الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يبين حال هؤلاء القوم وإذا مس الإنسان الضر يعني الشدة البلاء العقاب الامتحان الأزمة المالية أي نوع من أنواع الضر دعانا لجنبه يعني على جنبه يعني يدعو الله سبحانه وتعالى وهو نائم على جنبه أو قاعدا أو قائما حتى إذا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه يعني أن هذه عادة في الإنسان وهو أنه يتذكر الله سبحانه وتعالى حال نزول البلاء ويغفل عن الله سبحانه وتعالى حال النعماء فإذا نزل به البلاء دعا الله ليل نهار دعا الله على كل حاله والتجى إلى الله في كل مقاله دعا الله وهو نائم ودعا الله وهو قاعد ودعا الله وهو قائم يرجو من الله أن يرفع عنه الضر فإذا رفع الله سبحانه وتعالى عنه الضر عاد كأن لم يكن قد نزل به ضر وكأن لم يكن هناك رب كريم جاد عليه وأنعم عليه بالرضى ورفع عنه الضر والله سبحانه وتعالى لا يحب ذلك من عباده ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الطويل احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يكونون متعرفين عليه في حالة الرخاء ولا يلتجئون إليه في حالة الشدة فقط التعرف على الله سبحانه وتعالى في الرخاء بدوام الإقبال عليه بدوام دعائه بالليل والنهار بدوام التعلق به سبحانه بذكره والتفكر في آلائه ونعمائه والإقبال عليه بالأعمال الصالحات إن صلاة أو صيام أو صدقة أو جبرا لخواطر عباده فإن هذا هو من يحبب العبد إلى الله يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يكونون مقبلين عليه في كل حال وفي كل وقت وعلى كل حال يعني مقبلين عليه سبحانه وتعالى في حال الصراء شاكرين له على النعماء مقبلين عليه في حال الاختبار والابتلاء داعين له متعلقين به عالمين علم اليقين أنه ما من أمر ينزل بهم إلا ولهم به الثواب وهذا ما يخبر به صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول في الحديث الصحيح عجبا لأمر المسلم إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمسلم إن أصابته صراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له حتى في الرواية الأخرى حتى الشوكة يشاكها ما من أمر ينزل بالمسلم إلا وهو رفعة في درجاته فالله سبحانه وتعالى لا يحب من عباده أن يلتجئوا إليه في الشدائد فيرفع عنهم البلايا ثم ينصرفون عنه لكنه سبحانه يحب من عباده دوام الإقبال عليه دوام التعلق به دوام العبادات والأعمال الصالحات التي هي برهان على صدق الإيمان ودليل على محبة العبد لربه فإذا كنت محبا لربك كان الله سبحانه وتعالى لك بكل خير أنزل عليك الخير وصرف عنك السوء واستجاب دعوتك وأنزل عليك الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يتقبل منا وأن يجعلنا من عباده المحسنين المقبلين عليه على الدوام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته